ايه? على السطر. ممتاز يا اسيل. ممتاز يا عائشة. يلا يا النوس يعملها مرة تانية عالسطر. كده الخاء اللي بتيجي في بداية الكلمة. يعني فرد ايديها اليسرى. صح يا اسيليا اللي بتقفل الكاميرا هانت ازعل منك. افتح الكاميرا. ميش. ايه شطورة اشكولك. هيا انس وصلت لايه? وريني يا شطور. اه شاطر حلوة جدا ممتاز كتبتها كذا مرة شطور حلوة قوي. شاطر. طيب. الخاء لما تيجي في وسط الكلمة يا اصدقائي فاكرين كنا بنكتبها ازاي? كانت بتعمل زي الطائر. تفرد ايديها الاتنين كده يا انس. ها مين هيكتبها? الخاء اللي تيجي في وسط الكلمة. تفرد ايديها الاتنين. يلا يعيشة بتتحكي على ايه? شايفك? اكتبي. ايوا اكتبي يلا يا سيلو. هنفرد ايديها اليسرى واليومنى. لا انت كده فردة ايد واحدة. احنا عايزين نطولي ايديها اليومنى. اهي هنكتب ايديها اليومنى كده يا انس. على السطر. شرطة صغيرة على السطر. بعد ذلك شرطة مائلة من اعلى لأسفل. وشرطة صغيرة اخرى على السطر. او نقول عليها خط اخك. والخاء فوقها نقطة. هكذا تأتي في وسط الكلمة. زي الطائر والطائرة. كتبتها? ممتاز. وروني. الله يا عائشة ممتازة. اه شطرين. احسنت يا سيل. هيا انوس وريني. ممتازين. اين هي? اه شاطر. شاطر حلوة جدا. ممتاز يا انس. شفتها? فوق. اهي. برافو عليك. تمام يا انس. طب لما تيجي في اخر الكلمة يا شاطرين بتعمل ايه? بتفرد ايديها اليومنى. بتفرد ايديها اليومنى. فاكرين بتتكتب ازاي? خط افكي على السطر. طب يلا بسرعة لما اكتبوا. اللي عارف يكتبها بسرعة. خط افكي على السطر. وبعد ذلك يلا يا شاطرين. انا هكتب. ونكتب الخاء كاملة. والنقطة فوق. الخاء عندما تاتي في نهاية الكلمة. بتمسك الحرف اللي قبلها بس. يعني بتبفرد ايديها اليومنى فقط. وايشة انا هزعل مني. هيوريني كده يا انس. اين هي? اه بص يا انس. خلي خلي الشرطة تبقى مسكة في الخاء يا انس. بص انا هكتبها تاني. بص بص انا هعملها ازاي? خليها مسكة في الخاء. كده. لا. اكتبها مرة تبقى مسكة في الخاء. ها. البنات الشاطرة خلصوا. وريه خلصت يا انس خلصت. فينها يا انس? اللي فوق? تمام. ماشي. بس ماشي? او ماشي. اديها اليومنى اللي هي الخط اللي بنقول عليه الخط الافوكي. بنكتبه على السطر بالزبط. بنكتبه كده على السطر. بسهلها كده عشان هو مش مزبوط. ماشي? بعدين الخاء. الخاء وهي يا كاملة يا انس. افتح الكاميرا يا شاطر. الخاء كاملة. مسكة فيش? مسكة في ايه? في الخط الافوكي. ماشي? طيب. النهاردة بقى يا شاطرين عندنا قصة جديدة. مستعدين نسمعها? اه مستعدين. اه حلوة قوي ايوة كده شاطرين. القصة بتقول ايه يا شطار بقى كل بقى مركز عشان القصة دي احنا هنسأل عليها اسئلة كتير قوي. اول حاجة القصة بتقول. اليوم يوم ميلاد فرية. اه البنوتة البنوتة يا شاطرين. انس معايا يا انس. حاجة. تمام شاطر. كلنا بقى سمعين عشان هاسألكم. اليوم يوم ميلاد فرية. البنوتة تي اسمها ايه يا شاطرين? فرية. اه ثرية. اكملت ثرية ثلاثة سنوات. يبقى الثرية عندها كم سنة يا شاطرين? ثلاثة. ثلاثة احسن. ثلاثة. اشترت لها امها ثوبا جديدا. يبقى ثرية. ما ميتها اشترت لها ايه يا شاطرين? ثلاثة ثلاثة. ابنقول علي ثوب. 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 ثوب احسنتم. واشترت لها اختها قصة ثعلب. يبقى اختها اشترت ايه يا شاطرين? قصة صعبة قصة صعبة قصة صعبة هل تز طب مين بقى الشاطر اللي مركز وفاكر يا شاطرين اسم بطالة القصة اسمها ايه شاطر ما تورية شاطرة شاطرة يا إيشة اسمها تورية واشترت لها ايه انا اسم ممتها ممت تورية اشترت ايه هدية اه كانت الهدية كانت عبارة عن ايه فستار اسمه ايه اسمه ثوب ثوب اه واختها اشترت لها قصة قصة ايه يا أسيل مسالة ثالة احسنتي طيب حد لاحظ يا أصدقائي صديقنا النهاردة هو حرف الايه عايزين تعرفوا حرفنا النهاردة اسمه ايه اه عايزين لاحظ لاحظ ايه ها يولو النخوة انتهو ألقو هيا أنارف هيا نخسر ما هو حرف اليوم مرحبا أصدقائي ما هو حرف اليوم يا ترى انهو حرف الثا تا 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 حرف الثاق قادم تا 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 حرف الثاق قادم اه اه يبقى حرفنا النهاردة اسم ايه يا شطار ها ممتاز حرف الثاق حلوي جدا وحرف الثاق هو من الحروف اللثوية عارفين يعني ايه حرف لثوي يعني لازم نطلع لسنة واحنا بننطقه نقول ثا 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 طلعي الثاني ثا ثا اه يلا يانس ثا بصوا الثانة بيبقى ما بننطقنا ثا اجل ممتاز اه لو انا قلت الثا كده غلط لازم لساني يخبط في ثناني ثا ثا شطرين 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 طب تعالوا نتشوف كده اصدقاء حرف الثاق حرف الثاق عنده اربع اصدقاء يا انس بيعملوا ايه فيه؟ بيغيروا صوت الحرف ثا تعالوا نعرف مين اول صديق اه صدقنا للابس اصفر حاضر ايه فوق فوق راسه يلا كلنا حاطين ايدنا كده يا عقشة فانك ها ده كده دي كده حركة ايه؟ حركة الفتح وهي حركة شرطة مائلة صغيرة تأتي فوق الحرف تأتي فوق حرف الثاق وتغير من صوته ويكون يا اصدقائي ثاق يلا كلنا نقول ثاق ثاق اللي هو قوي ممتاز صدقنا لبعد كده اسمه ايه؟ الكسرة ممتاز يا انوس اشكرك الكسرة الكسرة يا انس تيجي بتيجي فين؟ تيجي تقف تحت الحرف هي شرطة مائلة صغيرة تأتي تحت الحرف ثاق كسرة ثاق فيه يلا نقول ثاق كسرة فيه ثاق كسرة فيه حلوي جدا ثاق كسرة فيه شطرين شطرين طب صديقه التالت ثاق عارفين عام؟ برافو عليك يا انس اسمها حركة الضم بصوا صديقنا ضامم ايه؟ ضامم بققه يلا نضم بققنا كده ونضم ايدنا يبقى دي حركة الضم تيجي الضم تقف فوق حرف سا وخلي صوته ايه ثو زي ما انا سأل يلا نقول ثو 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 ممتاز طب اخر تشكيل وهي ايه يا شطرين شطر يا شطر شطر يا ايه يا جميل شطر لا بصوا صدقنا الاحمر ده عامل علامة توقف وهي اسمها ايه اسمها السكون هنقول عليها ثاء ساكنة ثاء ساكنة ثاء ساكنة يا انس اسمها ثاء ساكنة ها ما سمعتش الا اسيل ثاء ساكنة ممتاز ثاء ساكنة طب مين الشطر بقى انا عايزكم تسمعوني انا هقرأ الاربع لقدامنا دول معلش هنعمل ميوت وكل واحد هيقرأ بعض ايه ثاء فتحة ثاء ثاء كسرة في ثاء ضمات فوق ثاء ساكنة ثاء ساكنة ثاء ساكنة ثاء طلعي الثاني ثاء ضمات فوق ثو ثو ثاء سكون ثاء ساكنة ممتازة ثاء ساكنة يلا يا انس افتح الصوت ثاء ثمام ثاء ثاء فتحة ثاء ثاء فتحة ثاء ثاء ضمة سي ثاء كسرة في ثاء 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 كسرة في ثاء ثاء لا استنى يا انس تعال اقرب معي معلش ثاء فتحة ثاء 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 واحدة واحدة ثاء فتحة ثاء انت سماني اس يا ميني ثاء فتحة ثاء سكون اه اس لا مش هنقول عليها اس بس اقرأ اللعب لها واسيبي السكون دلوقت سا فتحة هاي سا افتح بوقك سا فتحة سا ايوا اه سا كسرة احسنت سا قضمة سو السا الساكنة مش هنفع نقول عليها اس او سا او اي حاجة لانها حركة او هي تشكيل ضعيف يا انس لازم يكون قبلها حرف متحرك عشان اقدر انطقها فنقول عليها سا ساكنة ماشي ماشي امي اشترك يا حبيب يلا يا سيلو لا نعم السيل دور ماشي صدالي اقرأي حبيبي ها معي سا كريبا انا نقرأ سوا سا فتحة سا فتحة سا فتحة سا 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 فتحة سا يا اسير اسيل حبيبت ايوا قولي معي قولي معي سا فتحة سا سا فتحة سيبي القلم والكتابة دلوقت ايوا شطورة سا كسرة سا كسرة سو سو ضم ممتازة سا ضم ثو ثلاث سا ضم ثو احسن سا سكون سا سكون ممتازة برافو عليك كلنا منتبهين يا انس يلا يا شاطرين عشان هنكتب حرف الثا فين الكاشكول فين الكاشكول يا شاطرين هنكتب يلا يا شاطر عشان نكتب حرف الثا هنكتب حرف الثا ازاي نيجي هنا طبعا عارفين الخط الرأسي الخط الرأسي ده هو ازاي بصوا منقف هنا وننقف كده ده اسمه خط رأسي ماشي يبقى هنقف فوق فوق السطر ونعمل خط رأسي صغير يلا كلنا نعمل خط رأسي صغير هنكتب في الشاشة؟ لا في كاشكول مش بنكتب في الشاشة احنا بنكتب في الكاشكول يلا يا شاطورة بس يا ميس مش شايفة يا النوس يا ميس اين في عشرة اه ممتاز بسرعة يا عيشة برافو عليك يا انس بس انا عايزها على السطر ممكن هنكتبه بقى هنا هنكتبه على السطر بعد الخط الرأسي اللي فوق السطر هنكتب على السطر خط اسمه ياسيل اوفوكي كبير هكذا يلا على السطر بالزبط وبعدها من أعلى لأسفل خط تاني اسمه رأسي يبقى احنا كده كتبنا الثاق وثاق بسرعة كتوبي يلا ثلاثة نقط هنحط في النص هنا ثلاثة نقط اه ممتازة برافو عليك بالفتحة احسنت يا انوس وريني يا سيلو ممتازة بس ناقص الخط الرأس اه لا مكتوب برافو عليك عائشة انا مش شايفاك افتح الكاميرا شوفك يلا فين اتثاء دي اسمه يا اصدقائي ثاء منفاصلة يعني ايه منفاصلة يعني مش امسكتش اي حرف جي قبلها او بعدها ممتازة بس انا عايزها على السطر يا عائشة شاطر يا انس ايو كده ممتاز حلو قوي عائشة عالسطر يا عائشة انا كتبها اهو عالسطر السطر ده احنا محتوط لنا ليه علشان نكتب عليه يا اصدقائي اهو نكتب كده حرف الساق يلا وريني يا عائشة يا جميلة هتكتبيها ازاي عالسطر شاطر شاطر ما شاء انت كتبت باق ولا دي تحتك يا كسرة اه ممتاز بالضمة والتسرة والفتر ممتاز ايوة يا عائشة برافو عليك شاطر يا انوس خاطرين شاطرة يا عائشة نعم يا انوس نعم سويني دي ضمة ايوة شفت ضمة برافو عليك بس ضمة بنحطها هنا في اخر الحرف بص يا انوس انوس هتحط ضمة هنا مش في اول الحرف في اخر الحرف الفتحة هنحطها هنا في اخر الحرف يلا نحط يلا نكتب بقى مرة ثاء فتحة والثاء ضمة زي ما انوس كده كتب وثاء كسرة هنحط الكسرة فين في نهاية الحرف هنا وطبعا الثاء الساكنة ما ننساش الثاء الساكنة نحط ثاء وفقها سكون هنا ممتازة برافو عليك شاطر يا عائشة شاطر يا انوس وريني يا سيلو ممتاز يا انوس بالسكون ممتاز حلو وريني يلا يا شاطر انا شايفة الخاء بس مش شايفة الثاء شاطر يا عائشة وريني يا هالك طيب ماشي ابعتي هالي ابعتي هالي على الجروب ماشي خلاص احنا كده عرفنا ازاي نكتب الحرف السائل منفصل مع الفتحة ومع الكسرة ومع الضمة والسكون طيب يا اصدقاء تعالوا كده نشوف اللي هيعرف الصور دي شطورة يا قلبي الماس يلا نفتح الكاميرا يا انس ونبص هنا اللي عرف اسمي الصورة هيرفع ايده الاول وبعدين يقول اسمها لسه ما طلعت الصور ها 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 يلا السورة الاولانية دي اسمه ايه اه النوس رفع ايده يلا يا انس بص بص اللي تحت الولد اللابس اصفر فيه صورة شايفوا بتعرف اسمه ايه ها؟ ناخد مساعدة من اسيل او عائشة؟ انا مات اه لا عائشة هزعل منها فتحت الصوت وقالت انا ما انا شايفك يرفع ايدك هيا عانس هتختار مين عائشة ولا اسيل؟ تساعدنا؟ طب انا اختار نختار اسيل تعالي كده يا اسيل اقول لنا ده ايه عشان انا مش عارسة اسمه ايه الجميل ده؟ اصدك على اللون اللي مش اسرق ولا اصور ولا اختار انا عصدي على ده بصي عملت عليه سهم الجميل اللي بيت حكت ده ذيب لا ليس ذيب مين قال ذيب؟ انا؟ لا ليس ذيب ثالب اه اسمه ثالب ثا ثالب يلا نقول ثا ثالب ثا ثالب ثا ثالب ثالب ممتاز ما شاء الله عليك شاطرة يا اسيل انت بعطيني انت كتبتين طب بصوا كده الصورة اللي ظهرت دي شفتوها؟ اه 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 اسمها ايه دي بقى يا تارا؟ اللي عارفه يرفع قد كابريت لا مش اه اه عيدان كابريت دي احنا بنقولها لما كده باللغة العمية لكن ليها اسم تاني حد يعرفه؟ عقشة رفع ايديها هيا عقشة ده ايدي يشوش؟ ده كابريت اه كابريت بس هو لي اسم تاني هيا اسيل تعرف فيه؟ اه سيقاب عريبا سجي؟ عيدان سجي لا 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 هقولك وانا اسمه سيقاب يلا نقول مع بعض سيقاب 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 هيا انس سيقاب يا مي احسن يا روح قلبي يا باشو الله اللهم بارك احسنتم طيب الله شفتوا بقى الجميلة اللي بتضحك دي وحطة ايديها على خدها اسمها ايه الجميلة زي صعبان اه سو صعبان يلا نقول سو صعبان سو صعبان سو صعبان تطرين اه مين بيحب اكلها بعدي دي جميلة اوي اسمها ايه كمثرة اه احسنتم بس احنا تحدثنا بدون اذن اسمها كمثرة سكون كمثرة يلا نقول كمثرة احسنتم هيا اسيل اسمها ايه كمثرة اللينكا هيفصل يا شطار ندخل عليه تاني عشان هنشغل دلوقتي انشغل انشغل لا ما نطلعش هو اللينكا هيفصل احنا بقى خشوطار هندخل عليه تاني علشان نسمع الانشغل ده دي يلا يلا نسمع الانشغل ده دان 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 فلنقرأ في كل مكان للغة العربية نشتب ونغني احلى الالحان هيا نقرأ بالعربية والكل حروف ذهبية حرفا نقرأ حرفا نكتب ونلون حرفا فلنقرأ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة